السلام عليكم ورحمة الله هاي الدرس الاول لتركتيا صف الرابع الدرس الاول تركتيا الصف الرابع بنفتح على اول درس بالصفحة اونيكي كتاب بيوسو بيو يعني سحر كتاب بيوسو يعني سحر الكتاب سحر الكتاب يعني بدي احكيه عن اهمية الكتاب و اهمية القراءة هون قبل ما نبلش بالنص هون سألنا سؤالين اول سؤال سجة يعني برأيك او برأيكم ني اتشين ليش كتاب اوكوما ليش منقرأ كتب كتبنا هيكي جواب بسيط يعني القراءة والفهم يتني غيمجي يليش تير مك يعني مشان نحسن قدرتنا على القراءة والفهم بيلقي لين مك معلومات اي لن جيلي فاقيت كتير مك كتاب و كو يومانس يعني نحن نقرأ كتب مشان نستمتع و نمضي الوقت بمتعة و نستفيد بالمعلومات و نحسن قراءتنا و قدرتنا على القراءة و الفهم السؤال الثاني عم يقول لي انه شو الكتب يلي بتوصفيها رفقاتك هاي بدي كونك كل واحد بيجاوب عليها على كيف و وش حسب الكتب يلي هو قراءها نبدأ بالنص بسم الله جان سكنتس سوبيليميز كيمسيه يعني اذا انت متضايق و ما نقع ما تلاقي حدي تحكي معه او ما بدك تحكي مع حدي راح تكون الترجمة بشكل عام سريع مشا ما نطول فيديو كثير اي چيني ساكلا نجا بير كتابا يعني خب دائما خب كتاب معك خلي كتاب معك تشينكو بير كتابا اي چيني باك مك هيش اقلنا جالما السكنت لانه اذا بكون معك كتاب ما بصير معك مشكلة ما بتمل خالص يعني يعني قراءة كتير كويس كتير مفيد لا اذا مالل و ما بدك تحكي مع حدي اقرأ كتاب لانه كتاب كتير مفيد كتير كويس ما بيخليك تمل استير بير شعر ساكلان استير رومان لا يعني اذا بدك اقرأ شعر واذا بدك رومان رومان اي رو مان رومان يعني رواي رواي مثل القصة بس طويلة شوي رومان رومان يعني قلنا رواي مثل قصة بس اطول سيلمز يريني كوين مصالة مصالة يعني لا تحكي أو سيلمز يريني كوين مصالة يعني ثق بالقصة مصال قصة أو حكاية مصال قصة يدي توجيه كرش يعني هاي اساري يسمينا اسمه كتب مثلا الأقزام هدون نقول لهم كان ببرامج اطفال عليهم الأقزام السبعة توجيه القزم قيبول أرمان يعني الضعو بالغاب الين تتماس بال بال يانلزلغن الين تتماس بال يانلزلغن يعني إذا ما حد بمسك بيدك رح تبقى لحالك خينا نقول ما هي معنى معنى مجازية ما هو معنى الكلمة نفسها بعضا بر مارتس بعضا بر مارتس ماضي جوك لرده بير مارتس ماضي جوك لرده يعني احيانا إذن بعضا بير مارتس ماضي جوك لرده يعني احيانا إذا بدأك سير مثل تيور النورس في السماء جوك لرده في السماء للزرق تيور النورس مارتن مارت بعضا كُشك پرنس يعني المأمير السغير أي كله اسمه قصص ازاق چول لرده يعني چول الصحراء الصحراء البعيد احيانا تكون مثل المأمير الصغير بالصحراء البعيد ندفيني لرده بلورس عرا صان سان ده يجين دشنج انان كتابه يعني مختصر كلام اول معنى العام للشهادة انه صدق الكتاب لانه راح تلاقي فيه كتير كنوز بس تقرأ راح تلاقي فيه كتير كنوز دفيني كنز هرف لري يعني لا تترك لا تترك الاحرف وهون كمان اسم قصة جديد اللي هو هانسيل غري اسم قصة تاقي بت تابع د همن يان لارنا قال تعال لجنبه يعني لجنب هانسيل وقريت لي كل د كلي البرج 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 بيكون بهالشكل هاد احيانا بيكون اسطواني احيانا بيكون اسطواني اه مثلا خلينا نقول البرج اللي بيعملوه من شان اللهم بصلى عنا بشو كان اسموه هذا المنارة المنارة في البحر بيكون فيها ضو هذا برج تقريبا بهالشكل هاي بتكون يعني بيكون معمرها بحجار طويلة فوق ومسلا وعمى اه فيها من فوق مركبين عليها ضو مشان ما تضيع السفون مسلا هذا كمان منقول له برج واحيانا بيكون بشكل مربع برج عالي مثل القلعة بس عالي كتير برج كولي دي بيكليور عم استناك بالكولي بالقلعة او بالبرج سني رابونزيل رابونزيل كمان اسم لقصة هذا بيكون فارس وبيكون فيه اميرة وطويل كتير شعره شعره كتير كتير طويل وبيكون فيه ساحرة محاجزة بالبرج من فوق وبزيط شعره طويل هذا من شباك البرج مشان الفارس يجي وينقذ ارضنا دش يعني نزيع الارض هذي سن د جادن جاد جاد يعني ساحرة جاد يعني ساحرة او ساحرة اجل كتاب اجل درسين در سن اجل كتاب اجل درسين اجلر يعني افتح الكتاب خلينا نقول مختصر اجل افتح الكتاب اجل 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 يعني جوات شقد فيه كلمات وقصص مباثرة ساجل مباثرة نحن نقول بالعام مطر شقة يعني يعني شغلات مخربطة خلينا نقول كيلوغلان كمان هاي اسم قصة و چيز كفلم ذاتا يعني القراءة القراءة ما بيخلص سحرة ما بيخلص سحرة ما بيخلص او ما بيجف ما بينضب يعني احنا من قول العرب ما بينضب السحرة هذا بالنسبة للنص عم يحكين عن اهمية الكتاب بشكل عام واشقد مهم الكتاب لحتى نقرأ نجي على الانشطة البرنجي اتكن بيرنجي اتكن لك عم يطلب بنا انه ندور اذا بدي اقرأ انا اقرأ السؤال وترجم كله بدنا نطول شوي هون عم يطلب بنا عطينا ثلاث كلمات دافينة كولة سكنت عم يطلب بنا ندور عليهم بالمعجم بالسزلك تمام هون يطالب منك يعني انتي شو بتتوقع دافينة شو شو بتتوقع عليها بالمعجم شو بتلاقي تكتبو وبعد ما تلاقيها بالمعجم اكتب عليها جملة انا التحمين ما رح اكتبو لانه كل واحد بتوقع كيفو يعني انا رح نكتب رح كتبت يكون المعنى والجملة المعنى والجملة مسلا هلا هون دافينة نحنا قلنا الدافينة هي الكنز مسلا شو مكتوب هون طبراك عالطنا تحت الطراب ساكلان مش من خبه داخل يعني اشياء شغلات ثمينة او شغلات قيمة شغلات كتير مهمة من خبه من دفن الشغلات الثمينة تحت الطراب هون جملة عليها مثلا بابام كارش داق داق الجبل المقابينة بابوي بالجبل المقابينة مغارة جو المغارة المغارة مثل كهف جو المغارة دافينة الضغو إلي إلقلي هكاية لير أن لطر يعني ابوي حكا لنا كتير عن كنز موجود بالمغارة بالجبل المقابينة أعطانا معلومات عن هذا الشي الكلمة الثانية هي كولاية اللي مشا يكونا نقول عنها البرج بالمعجم رح تلاقيها كاري فيا سيلندر يعني إما مربعة إما مربعة إيك إما بشكل مربع أو سيلندر أو شكل أسطواني يعني إما بشكل مربع بكونا من عمرة لفوق أو شكل أسطواني أو شكل أسطواني سيلندر أسطواني كاري فيا سيلندر شكل يقن يعني قريب على الشكل المربع أو شكل أسطواني يقن يكسك يعني هو عبارة عن إنشاء عالي كتير عالي كتير جملة عليها مثلا شهري مزدكي تيك راديو كوليسي يعني هنا برج العاملين للقنوات الراديو يقلب هدو يقلب هدو ينسي ينسيني يا بلاجاك مش يعني عمله واحد جديد الكلمة الثالثة هي سكنت الملل أو الضجر أو الحالي النفسي الصعبي مثلا شو مكتوب إيشي إيشي أول مايان كيشينين يعني الشخص اللي ما عنده شغل بسكولوجي بسكولوجيك درمو يعني الشخص اللي ما عنده شغل بضل قاعد بالبيت مثلا بضل مضايق بضل مضايق هاي المال المال المضايق هاي اسمها سكنت جملة عليها تمكن ابدا بوش أطور مكتن سكن سكن علي يعني علي لأنه منضل قاعد بكل نهار بالبيت صار عنده مشكلة بهذا الشي هون ما في شي هذا ما في شي نشتغله يعني نجعل اكينجي اتكن لك اكينجي اتكن لك لدينا اربع اسئلة بدنا نشوف النص ونجاوب عليه من النص ان شاء اللي يكون التصوير واضح شايف عمي يغبش كتير السؤال الاول شير قري جان سكن تسي بيزي ناص البولون بولاماز بولاماز كيف ما منجيب لحنة الملل وما منجيب لحنة الضجار ما منجيب لحنة المشاكل كيف يعني كيف شو منسوي جواب كتاب اكور اكور كان بولاماز لما منكون نقرأ الكتب ما منمل السؤال الثاني شير قري يانز كالمك مك ايجين ني يابل ما لدر شو لازم نسوي شو لازم نسوي لحتى مانمل مثلا شو مكتوب شير الشعر يعني رومان الرواي مصال الحكاية تورند يزلر اقومك يعني من هالانواع هاي الشعير رومان مصال والكتابات للكتاب منقرأها مانمل شير ده هانجي مصال كهرمان لارندان سوز اديل مك تدير يعني بالشعر يلي قرينا بالمثل اللي مر معنا شو مين هني الابطال اللي مروا معنا هني الابطال اللي هني اصحاب حكايات اللي مكتبي اه اسماء الحكايات تبعهم بالمثل اذا هلأ نجاوب على السؤال الثالث قلنا مين الابطال اللي مروا مثلا عنا يدي جو جيلير الاغزام السبعة كوشوك برينس الاميرة الصغيرة هان سيل الى اه يعني هدون اسم قلنا اسم قصة وعنا هون رو رابون زيل وعنا كيل اغلان كيل اغلان السؤال الاخير شير قري كتاب اوكيون جا نيلر بولونور شو بتلاقي اذا بتقرأ كتب كتير شو بتلاقي متلاقي دفي نيلر كنوز كنوز طيب الاشنجو اه اتكن لك شو عنا عنا اه بدون عنوان من عنو نحن نكتوب وبدون اه انا دو يقول الاحساس العام بهال 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 نص الاحساس العام شو العاطفي اه او الاحساس العام كنو كتبت انا كتاب اوكوماين فايدا لارو يعني فوائد قراءة الكتب فوائد قراءة الكتب والانا اه دو يقول كتاب سيف قيس يعني محبة الكتب التمرين الرابع هون اه بدو اه كتير كتابي لانو بدي يكون قارئ كتاب وعما تشرح لرفيقك عن هذا الكتاب التمرين الخامس هذا الباشنجي اه اتكن لك اه اعطينا جمل هون وعطينا هون اه اكيد انتو اخدتو السين ماضي بصف الثالث الاختصارات الشيء ما يسمى بالاختصارات مثلا هلا اخوان عنا جملة نين صنو نا قلر بالعادي جملة بتجي بالاخير جملة او بكون منتهية يعني الجواب طبعا هو كتاب ما في بعده الكلام كتاب هلا اخوان مثلا التاني بتضح معكم اكتر باز قصالت ما ذار احيانا هذا الاختصار بيجي بالاخير الجواب هو دكتور د ار هذا الاختصار هذا الاختصار لدكتور اد ار نشوف كتير بالراشيتات بالفواذ بال الراشيتات طبعا للدكتور يكون موجود بالاخير اسم الدكتور او قضاء يقول الدور منقطعه بالمشافي كمان بيكون مكتوب هالاختصار هذا اد د ار يعني دكتور شوف التالتي سايلاردان سورا سورا بيل دير مك ايشين كلانر اختصار ومنستخدمه منشان بعض الارقام بعض الارقام اللي هو اللي ما بعرف مثلا هلا قوان عنا مثلا رقم هاد اكي منقله بس هاد اكينجي هاد اكي هاد اكينجي هاد اكينجي هاد اتنين هاد معناته اتنين هاد معناته الثاني مثلا المركز الثاني الوجبة الثانية مثلا هاد اتنين هاد اكينجي هاد اكي هاد اكينجي اتنين الثاني تمام فبدل ما نكتب إكين جي نكتب إكي ومنحط نقطة إكين جي صارت تمام فالاختصار هذا هون منوصل هذا الحكي لهون عند ثلاثة بيرين جي وم بيرين جي السؤال الرابع تاريخ يزل لش لنده جن يعني هذا اختصار من استخدامه للتواريخ مبين ماضل عنه نحن غير هاد وهاد زاته من نقض هاد أكيد هون دورت إكي وإكي بين هون يدي هذا من استخدامه للتاريخ وهذا يلي ضل للساعات والدقائق هذا يلي ضل للساعات والدقائق هذا الاختصار للساعات والدقائق هلقا نطلب منه نفس الشي بس نعمل جملة عليهم سيزده نقطة كلاهن آلن لارنه جوسترين جملة جملة لير يزنز تمام هون شو كتبنا كتبنا أن سيفديم يمك أكتر أكل بحب بطاتيس كزارت ما سيضر لما بيكون مقلي بحب البطاتة لما بيكون مقلي نقطة تمام طيب اتنين سيزين داو الداوة الداوة نزا سيزين داوة نزا يعني الداوة تبعيدكن رافعين داوة بالمحكمة مثلا سيزين داوة نزا آ في آ في سيزين داوة نزا آ في نقطة آل صواج اسمه هو آل صواج شو شغلته شغلته آ شو آ طبعا هون بكا جاك تاب على الجملة بس هون كتبنا آ في هي آفوكات يعني المحامة إذن الداوة تبعيدكن بدي يطلع عليها بدي يطلع بقا جاك بدي ينظر فيها الأفوكات المحامة آلي صواج إذن استخدمنا بدال ما نكتب أفوكات كتبنا آ في مثل هون بدال ما نكتب دكتور هون بدال ما نكتب دكتور كتبنا نذهب من د الكتب جاكي و connections بالتالي نضع الثالي نضع الثالي ثقن حكنا عليها نضع الثالي ثقن ping سرة الأورانجي بوي سرسانا نقل เยر يانش يرد على زكرة يعني قاعد بالمقعد الثالي حسب الطول قال قاعد الظالي غلا قاعد بالمقعد الثالي الرابع وقو الله 13 9 2021 تاريخ 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 فتح المدارس بهذا التاريخ التاريخ هذا أحسن من أكتب 13 أيلول 2021 كتبناها بشكل أرقام مختصرناها بهذا التاريخ مختصر كمان الأخيرة يارن 15.10 ده باركتا بلوشالم بكرة الساعة أم بيش يعني أم بيش أم يعني أم بيش ثلاثة وعشرة يعني باركتا بلوشالم من التقى بالبارك هون عم يقول لي سؤال الثنجة أتكين لك عم يقول لي إنه الكلمات يلي مغمق لك يها الكلمات يلي مكتوب الغامق طالع لي الإش أنم لتبع الإش أنم لتبع مثلا هون عقلنا أوز العقل الإش أنم لتبع يعني نفس المعنى كلمتين إلي نفس المعنى إش أنم ل أخذته بصف الأول وبالتاني وأغلب مر معكم بالتالت وهلق هذا إش أنم ل يعني كلمتين إلي نفس المعنى نفس المعنى مثلا هون أوي ك لير أوي ك هكاية سوز لير لف لف كلام كتك أفاق أزاق إراك كتك أفاق نية صغير بمعنى صغير أزاق إراك يعني هاي بعيد وهاي بعيد إراك كمسية كشي شخص دوش تاكل وقع أو فكر فك تخي تخي عفوا تخي تكن ماز ما بيخلص بيتماز ما بيخلص كمان بنجي للإتكال اللي بعدو عاطيني عم يقول لي هلق ما بدو هلق بدو إش سيسلي هون كان بدو إش أن نملي هلق بدو إس سيسلي إس سيسلي عبارة عن كلمة بيكون ميلة أكتر من معنى كلمة واحدة بيكون ميلة أكتر من معنى خلينا نسبت الكاميرا إش من المميزة إش سيسلي بدو إس سيسلي يعني كلمة إلى أكتر من معنى من من نين من نجيب من النص من النص هذا من نجيب مثلا هلق إش 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 إلى أكتر من معنى مثلا صجاق لاردا بول بول سو إش يعني يبقون شوب شرب ما يكتير شرب إذن إيتش هم بمعنى شراب تمام الجملة الثانية مكانين إتي مكيننين إتي كفلين مش يعني كفلين يعني خربت أو منتهي أو معفني منقول مكيننين إتي يعني داخل الماكينة متعفن فتحنا الماكينة هيك من جواتها مضروبة كلها تمتعفني يعني عاطلي الكلمة الثانية يدي يدي إلي أكتر من معنى كمان بتجي بمعنى الأكل يدي وبتجي بمعنى السبعة قوشان غندا يدي رينك فاردر القوس القزح قوس القزح بتعرفوه قوس القزح إليه سبع ألوان يلي بيطلع بالسماء بعد مطر كدي كشك بر كميك يدي يعني القطة أكلت عظمي صغيري أكلت هون يدي بمعنى أكل هون يدي بمعنى سبعة هلاق عالنا بعد أت بسكيلت بسكيلت كُلَّنِرْكَنْ صَغْنَا صَغْنَا ترجيهة دي يعني كلها يتون عم يوأكلوا خضار سبزة خضار كلها يعمل يأكل خضار بس هذكي بفضل أنه يأكل لحمي ما فعل يأكل خضار يلا صار فيديو طويل بس خلصنا هون مختصر هاد الصفح هاي عم يحكونا عن شي نحنا ما نقوله بالعربي فهرس أو تقسيم يعني أنا عم يحكيك على يفهمك الكتاب كيف تقسم الكتاب كيف تقسم تقسم لأونيت بير كي أونيت ها أو تيمة 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 بيرنجة تيمة اكينجة تيمة ودش تيمة دورت تيمة تمام بيقسموا لتيمة والتيما منقسمه لسه لمواضي أكتر حتى نحن نحسن اللاقي الموضوعي اللي بدنا ياه منلاقي ببداية كل كتاب منلاقي ببدايته فهرس فهرس هم مثل هاد شايفين شلون بداية الكتاب عندي هدول ودول مش رح لي شو هدول شو هدول بيظلوا موجودين بالكتاب إذن هدول التقسيمات الموجودة بالكتاب آآ في عندي باصل يعني مطبوع يعني هاد الكتاب مطبوع مثلا هاد الكتاب مطبوع وفي عندي وفي عندي ديجيتال ديجيتال مثل هاد الكتاب يلي هو ملف ملف بديف مثلا من حمله على التليفون وهون ما بدو شي عميس أني على باصل كتاب هذا الباصل وهذا ديجيتال بكونوا بالتليفون باصل قائنات ها 44 سيفك مطلولك تور ديجيتال high school هلا سؤال هنا الديجيتال الديجيتال على رقم يدينجة صحيفة ما اسم المثل؟ يدينجة يدينجة ما اسمه؟ كورت كوركوسو كورت كوركوسو يعني الذئب الخير بس ان شاء الله امورنا صارت تمام يدينجة صاحب الشاعر ما اسمه الشاعر؟ اي سيل ك كيز ندور على مختصر عن حياته ويسألني بتعليقات ان شاء الله يكونكم استفدتم وان شاء الله يكون حسنا انه نفيدكم بشي والله يرفقكم جميعا